هل تظن أن الموت نائمون في قبورهم لا يهتمون بشيء؟ كلا ففي حياة البرزخ أحوال وأهوال فمنها سؤال القبر وفتنته فيسأل كل إنسان عن ربه ودينه ونبيه فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ويقول عن نبيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره وأما الكافر والمنافق فيقول هاه هاه لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين وينادي مناد من السماء أنكذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ومن أهوال القبر عذاب الكفار فيه حتى تقوم الساعة قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب قال ابن كثير هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور ومن أحوال القبر نعيم المؤمن فيه فتنعم روحه في الجنة حتى تقوم الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن ضائر يعلق في شجر الجنة أي تأكل منها حتى يردها الله إلى جسده يوم القيامة وعذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد معه قال شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين فاختر لنفسك يا عبد الله فالجزاء من جمس العمل وما بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار